ترجمة نانسي قنقر يحصل لك الاستبيلتي لكن يأثر على مستوى الرينج ومستوى الرلود والبيرك القبل الأخير يزيد لك مستوى طلقات السلاح ويأثر لك على مستوى الرلود والبيرك الأخير واللي مميز في هذا السلاح هاتسيكر وبدون هذا البيرك أنا مستحيل ألعب بهذا السلاح الهاتسيكر يرفع دمج الهيتشوت من 32 إلى 35 يعني يتدمجها بادي شوت بعدين هاتسيوت الدمج الهاتسيوت يرتفع من 32 إلى 35 أو تتذكرون سلاح البالس رايفل اللي خاص في الأوسايرس السنة الأولى دمسنجر دمسنجر كان يعطيك الهاتسيوت مباشر 38 مع الهاتسيكر يرفع من 38 إلى 41 كان أسطوري كان معروف أنه إذا أعطيت بادي شوت بعدين هاتسيوت على مرتين على مجموعتين الشخص اللي قدامك يموت وثلاث مجموعات عشان الشخص يموت إذا ما كان فيه الهاتسيوت فكان صراحة سلاح جداً مميز لكن هذا السلاح بس بوجود الهاتسيكر مميزه إذا عند إذا نزلك بدون الهاتسيكر سلاح يعني يظل عادي ناخد الخدم البالس رايفل هذا على سريع عندك الريت وفاير 66 تقريباً متساهم على الأسلحة البقية عندك اليمباكت أعلى بشوي 14 عندك الرينج 43 أعلى بشوي الاستابلتي أعلى بشوي 71 الريلود 62 طبعاً كما قلت لكم السلاح هذا عادي بمعنى الكلمة عادي بدون وجود هاتسيكر تقريباً متساهم مع أسلحة بالس كثيرة فيعني صراحة ما عرش أقول عن هذا السلاح بشكل كامل يعني مبذاك الزود أسطوري إنه يذبح هذا هو السلاح بشكل عام خبروني في الكومنت إذا تحبون تشوفون رفيو عن أسلحة ثانية خاصة كولف ديوتي بلاك أوبس 3 أو ديستيني السلام عليكم